وفي الاستحقاقات الدستورية كشف عضو المجلس القيادي لاتحاد الوطني الكردستاني بولا تالباني عن اجتماع مرتقب مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لحسم ملف محافظة كاركوك واكد مواصلة الاجتماعات لحسم ملف مناصب محافظة كاركوك باسرع وقت لانتخاب حكومة محلية ومحافظ جديد حتى تستطيع الحكومة تقديم الخدمات لمواطنيها خاصة ان المحافظة الحالية لم يستطع تقديم الخدمات لهم واضافا الاتحاد الوطني منفتح على جميع الاطراف لكنه اقرب في المفاوضات للبيت الكردية وخصوصا الحزب الديمقراطية مضيفا ان منصب محافظ كاركوك هو استحقاق كردي للاتحاد الوطني بعد حصوله على اكثر المقاعد لكن اكيد سيكون بالتفاهم مع الجميع